بعد كل اللي عم بصير كورونا وأمراض نفسية وعقلية وصحية وكوارث وإلى آخرها هل الإنسان فعلا بيتعلم أي شيء من اللي اللي بصير من الوباء أو من الحرب هل ما زلنا نتعلم أي شيء للأسف يبدو أنه الإنسان مش بيتعلم يعني الحقيقة لما بدأ الوباء من أول 2020 وأواخر 2019 وأول 2020 يعني كان كانت لطمة على وجه العالم صفعة يعني لو تفتكر كده لما عدنا في بيوتنا ومش قارفين حتى نروح نشتري حاجة والعزلة وكمان اللطمة كانت على وجوه الجميع يعني أنا فاكر ابتدينا نقول طب يلا الحكومات هتعمل حاجة بقى اتصرفوا لقيت رئيس وزراء إنجلترا جالو كوفيت في الشهور الأولى في ودأكها للإنتنسف كير طب هل هو مين هيلحقنا يعني كان المفروض نتيجة الصفعة دي إن الإنسان يتعلم حاجة وأهم حاجة كان محتاج يتعلمها الإنسان هي التخلي عن كبرياءه يعني الصفعة دي كانت عبارة عن إيه فيروس صغير قوي قضى على الحياة الحياة شلت تماما في كل مكان فكان المفروض إن الإنسان يعني يتضع شواء افهم حجمك بقى اعرف إمكانياتك اعرف إنه أنت يعني ضعيف جدا معرض معرض خالص وضعيف فإهدى شوية واعرف حجمك واعرف قدراتك وحدودك الحقيقة إنه حصل كده يعني نعمل الخوف الأول وانكسار شوية لكن يبدو أنه لم يردعه الوباء الإنسان لما نيجي النهاردة نبص على ما بيحصل من من روسيا تجاه أوكرانيا ونشوف إحنا إحنا مش بنتكلم خالص في السياسة لكن إحنا بنتكلم في فكرة معينة وهو جبروت القوة اللي هو أنا أنا أمتلك قرار إنه إن أنا أهاجم ناس إن أنا أطرد ناس من بيوتها إن أنا يعني أغير من مصائر عائلات إن أنا أطلع أولاد يمشوا في البرد ويمشوا في الطرق أريت عن عائلات أحتل بلد كامل أريت عن عائلات مشوا 17 كيلو في البرد ده عشان يوصلوا لمكان ياخدوا منه حاجة يروحوا يعدوا بها الحدود مأساة فالإنسان لم يرضعه الوباء الإنسان مخافش ولم يعني يتخلى عن كبريائه قدام الموت كمية الناس اللي ماتت السنين اللي فات السنتين اللي فاتوا أرقام رهيبة طب قدام الموت يعني أنت يعني أنت يعني إيه لقيت نفسك وجها لوجه قدام الموت اللي خاد ناس كتير قوي وشباب صغيرين نعرف ناس راحوا بكوفيد سنهم 35 سنة وسمعت عن أطفال كمان في الوقت الأولان يبدو أن الإنسان ما تعلمش من الكبرياء بتاعه استمر وبقوة عارف أسيس نزار الحكاية دي بتفكرني بفرعون فرعون وقت ما موسى وقفوا الدم موسى لما رحله أول ما دخله قال له الله بيقولك اطلق شعب اللي يعيد لي يذهب مسيرة ثلاث أيام لكي يعبدني رد عليه قال له إيه ما عرفش الله اللي أنت بتتكلم عنه الله لا أعرف وإسرائيل لن أطلقه رح الله بعيط له الضربة الأولى الضفاضة الدم الضربة الأولى كانت الدم أول ما الضربة حصلت ميت النهر وكله بقى دم نادى على موسى بسرعة يلا موسى بسرعة صليلي عرفت زي في أول البنداميك تلاقي اجتماعات الصلاة مليانة أيوة تلاقي الناس كلها رفع قلبها والفيسبوك مليانة والفيسبوك وكده أول ما رفع الضربة طرح طرده قال له مش باين طرد موسى قال له مش باين طب خد الضفاضع يا موسى تعالى لحقني ترفعت الضفاضع مش هطل على الشعب مرة منهم قال لهم أعتقد في ضربة البعود يمكن قال لهم هذه المرة قد أخطأت يلا يعني بس ماشي الحكاية دي وأنا دخيلك دخيلك لحقني والله تطلع من عنده رفع الضربة بعدها قال له لا أعود أرى واجهك مرة أخرى قساوة الإنسان يعني قساوة الإنسان وانت وانت تبص على المشهد دلوقت كأنه هي نفس القصة طب امتى يا إنسان ستعرف محدوديتك وضعفك هي المشكلة القديمة الحديثة يعني الشيطان شو كانت مشكلة الكبرياء يعني يعني هي نفس المنهج اللي مشي بيه الإنسان وكان المفروض أنه لما تحصل الحاجات دي يفوق